موسيقى الاهتمام بالابتكار كان ملحوظ بدليل تسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ترقم لهذا الاهتمام وهذا الجهد المبذول لدعم الابتكار جامعة صحار تقوم أيضا وتنظم مبادرة لدعم الشباب المبتكرين تفاصيل هذا الجهد وهذه المبادرة من خلال ضيفتنا في السوديو الفاضلة فاطمة بنت غريب القابرية المسؤولة عن مبادرة الابتكار في الطاقة المتقددة من جامعة صحار مساليش بالخير موسى النور موسى النور أخياري يهلا وسهلا حياكم الله إذن مباشرة نذهب للتعرف على هذه المبادرة الفكرة والأهداف أيضا نعم طبعا جامعة صحار دائما تسعى لتحقيق مواكبة رؤية عمان 2040 ممتاز فكانت في مبادرة من شركتين اللي هما شركة السوادي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة المبادرة كانت عبارة عن مسابقة لدعم ابتكارات الشباب في الطاقة المتجددة فبدأنا معهم مع الشركتين من البداية تقريبا على شهر فبراير وقعنا معهم اتفاقية وبناء على هذه الاتفاقية لدعم ابتكارات الشباب يعني بشكل عام يعني طلابنا وطالباتنا نحتاج أن نحن نبث فيهم طاقة الابتكار صحيح والاهتمام بالبحث العلمي والأفكار الجديدة اللي ممكن تضيف إلى الجانب خصوصا في مقالي وشكل توقف عالمي الآن الطاقة المتقددة لكل يبحث عن بدائل للطاقة التي لديها انبعاثات كربونية عالية نعم نعم طبعا نحن لما بدأنا بهذا التعاون مع الشركتين كان لنا التطلع كبير أن نحن نفتح المجال للطلاب يشاركون ويتعرفون على رؤية عمان 20-40 بشكل كبير وفي نفس الوقت نسعى دائما أن الشباب الموجود الشباب المبتكر يكون عنده وعي كبير بالأهداف العالمية أو التوجهات الوطنية أو العالمية بشكل يفتح مداركهم كبداية ونفس الوقت نعطيهم فرصة أن هم يعبرون عن نفسهم ويمشون في طريق واضح بالنسبة لهم طيب دعونا نتعرف على المشاريع التي كانت مشاركة في هذه المسابقة أو هذه المبادرة طبعا هذه المبادرة مشت في مراحل معينة لحد ما وصلنا الحفل الختامي الذي كان على شهر سبتمبر الماضي المركز التي فازت كان لدينا ثلاثة فائزين اللي هم المركز الأولى الثلاثة المركز الأول كان عبارة عن مشروع لاستخدام مخلفات الحليب لإنتاج الطاقة الحيوية ممتاز اللي هو الحليب المنتهي الصلاحي أيوة المنتهي الصلاحي اللي بالعادة يتم التخلص منه بدون فائدة أيوة أيوة بس هم الطالبات أو الفريق العمل لما اشتغل على هذا الموضوع اشتغل أنه يستخدم المخلفات ممتاز مخلفات الحليب طبعا هذا بالنسبة للمركز الأول المركز الثاني كان عبارة عن مشروع البطارية الاقتصادية باستخدام الطاقة المتجددة جميل أما المركز الثالث فكان عبارة عن استخدام ثاني كسيد الكربون لإنتاج طاقة حيوية نعم نحن بنرجع نتعرف على تفاصيل هذه الآن المشاريع وكيف بالإمكان أنها تكون مشاريع فعلية على أرض الواقع يتم الاستفادة منها لكن بعد وقفة قصيرة مع الإعلان وبعد كذا راقعين نستكمل حوارنا مع ضيفتنا شكرا ونبدأ ناخد كل هذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنا قد بدأنا الحديث عن ثلاث مشاريع حققت نجاح في هذه المبادرة الآن نتعرف من خلال ضيفتنا الفاضلة فاطمة القابرية من جامعة سحار هذه المشاريع الآن الثلاثة التي حققت نجاح كيف بالإمكاننا نشوفها على أرض الواقع في المستقبل القناة طبعا هذه الثلاثة مشاريع التي فازت اللي هم الثلاثة الأوائل بالتعاون مع الشركات الدعمة وبالتعاون مع قطاع الحكومي في فئة معينة من القطاعات الحكومية المهتمة بالطاقة المتجددة يعني عدنا نقاشات معاهم على أساس أنه كيف يتم ترجمة هذه الأفكار إلى أرض الواقع إلى أرض الواقع فحاليا نشتغل مع الشركات ونشتغل مع الطلاب اللي فازوا معنا لكن في نفس الوقت يعني نحن عطيناهم دعم من الشركات الممولة ومن جامعة سحار على أساس أن هذا الطلاب يأخذون ثقة يعني حلو أن الشباب الواعد المتقدم اللي عندهم اكتكارات جهة تدعمهم سواء كانت جامعة سحار أو الشركات الداعمة أو شركات أخرى ممكن يعني لما تأخذ هذه المشاريع وتتبنىها لإفادة المجتمع ولزيادة النتاج الاقتصادي الطاقة المتقددة هدفها الاستدامة فجميل أنه أيضا المبادرة هذه يكون أيضا من هدافها الاستدامة وأن هذه المشاريع تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع أكيد أكيد طبعا مثل ما قلتلك يعني نحن دائما نسعى إلى أن هذه الطاقات أو هذه الأفكار الشبابية ما تتوقف عند نقطة معينة يعني حتى إذا نحن لما رجعنا إلى المسابقة بالنفس كان حتى في لجنة التقييم يعني حرصنا نحن كجامعة يكون في لجنة التقييم مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة سواء كان من وزارة التعليم العالي أو من الشركات الأخرى يعني أو الجهات القطاعات الأخرى أفوا طيب الآن قطاع الطاقة المتقددة يعني قطاع واعد هناك أرقام تشيري لأنه بحلول العام ممكن عشرين ثلاثين راح يوفر هذا القطاع تقريبا تسعة ملايين وظيفة على المستوى العالمي الآن أهمية هذا التوقع وهذا الانطلاق نحو الطاقة المتقددة في سلطنة عمان كيف تقيمين أنتك كقريبة من هذا المجال أيضا والله بحكم الخبرة التي خضيناها يعني كمؤسسة وطبعا جامعة صحار فيها الكثير من المراكز أو مثل ما تقول يعني المبادرات في مجال الطاقة المتجددة يعني نحن ما شاء الله عندنا لاب في الجامعة مختبر للطاقة المتجددة أو استخلام ألواح الشمسية فمثل ما قلتلك يعني نحن لا نقف على نقطة واحدة ولكن حتى من ضمن البرامج التي نحن نعملها كجامعة الصحار ندخل في برنامج أن الطلاب الموجودين عندنا نوعيهم على رؤية عمان 2040 بكافة الأولويات الموجودة وربطها مع الأولويات العالمية يعني الطلاب نخبرهم أنه في أولويات عالمية تهتم بالاستدامة على المستوى العالمي على المستوى العالمي لكن حاليا لما نشتغل على مثل هذه المبادرات دائما نسعى إلى فائدة الطالب يعني المبتكر يعني بكل ما أوتينا من طاقة نسعى دائما إلى أن هذه الطاقات لا تقف عند حد معين يعني نوجهها على الصناعة نكون حلقة توصل مع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحكومية ونفعل هذا الدور بشكل كبير تقريب الآن مثل هذه المبادرات كيف رح تساهم في تحقيق السلطنة سلطنة عمان لقفزات في مؤشر الابتكار نحن الآن تقريبا في المرتبة التاسعة والسبعين عالميا من بين 132 دولة كيف رح تساهم هذه المبادرات في تحسين مستوى الابتكار في سلطنة عمان بالنسبة لتحسين مستوى الابتكار يعني لما نتكلم عن هذا الموضوع دائما نرجع إلى رؤية عمان 2040 لأن كل الأهداف أو الأولويات البحث العلمي تدعم ثقافة الابتكار فكلما كان لن نحن توجه إلى هذا الهدف كلما كان أن الشباب مالنا يعون على أهمية هذه المواضيع بشكل كبير طيب كيف تشوفوا الآن قبال الشباب وعيهم بأهمية الطاقة المتقددة الإقبال مثل ما قلت لك يعني نحن في المسابقة ما شاء الله يعني كم الأفكار اللي جتنا تقريبا مية مشاركة فعليا وهذه كانت موزعة لكافة المؤسسات الأكاديمية أو الجامعات والكليات على مستوى السلطنة فلما استقبلنا هذه المشاريع طبعا مرت بكل مراحل معينة لحد ما وصلت للمرحلة الأخيرة اللي هو الحفل الختامي فدائما مثل ما قلنا نسعى إلى أن نعطي فرصة للشباب نعطيهم فرصة أنهم يبدعون ويقدمون ابتكاراتهم للشركات الداعمة والشركات الأخرى أشرت إلى مشروع استخدام ثاني أكسيد الكربون لإنتاج مواد نافعة والآن سلطنة عمار تتقه نحو الحياد الكربوني والحياد الصفري في 2050 كيف يمكن يخدم مثل هذا المشروع الشبابي هذا التوقه على المستوى الدولي لدينا في سلطنة عمار والله يشوف بالنسبة لهذا المشروع نحن كانت عندنا الفكرة الأساسية تبع المشروع هذا لكن نحاول ندعم الطلبة اللي هم موجودين في هذا المشروع أو طريق العمل ونساعدهم على أساس أنهم يعني مثل ما تقول يعني يطلعون من الأساس اللي هو أساس الفكرة إلى يطلعهم إلى مستوى وطني يشاركون فيها في مسابقات وطنية أو مثلا محافل وطنية ليش؟ لأساس أن هذه الأشياء ما توقف عند قطة معي طيب في سؤال أخير الآن يعني لقنة التحكيم أو من يقوم بفرز هذه المشاركات من أي المؤسسات وكيف أيضا تساهم لقنة التحكيم في تطوير هذه المنتقات والابتكارات طبعا دور هذا لقنة التحكيم دور فعال جدا يعني مثل ما قلت لك يعني نحن لما اخترنا لقنة التحكيم حرصنا جدا أنها تكون متنوعة يعني فيها شركات داعمة فيها من وزارة التعليم العالي فيها مدرسين أو أساتذة موجودة مختصين بالطاقة المتجددة في الداءة في الجامعة في نفس الوقت كان عندنا كم شخص موجودين اللي هما تبع تنمية المهارات العلمية للطلاب فكل جنة كانت يعني مثل ما تقول يعني هو خليط من عدة خبرات كل واحد ماس كله جانب معين يقيم فيه الطالب اللي موجود يعني هي مسألة نحن نعطي الفرصة ونتابع الفرصة نتابع الطلاب اللي عطيناه وما هذه الفرص إذن هي فرصة لكل المشاركين سواء كانوا من المتاهلين للمراحل النهائية أو لا لتبادل الخبرات مع اللقنة أو الفريق العام على هذه المبادرة نعم نحن حرصنا أن نحن لما اخترنا اللي هما الطلاب اللي فازوا كانوا في مجموعة مختلفة من الأفكار لحد ما وصلنا للمرحلة النهائية إذن نحن إن شاء الله نتمنى أنه في قادم الوقت نستضيف أحد هؤلاء الشباب نتعرف على تقربتهم ويكون المشروع أخذ مساحته على أرض الواقع سواء هنا في سلطنة عمان أو حتى على المستوى العالم نعم إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله حتى إذا في مجال أن نحن نتكلم عن جامعة الصحر مبادراتها في مجال الابتكار يعني ما شاء الله كل المبادرات دائما كنا سباقين فيها نحن ممكن نضرب معكم موعد آخر الحديث عن مبادرات جامعة الصحر كل الشكر لكم الفاضلة فاطمة بنت غريب القابرية المسؤولة عن مبادرة الابتكار في الطاقة المتقددة شكرا جزيلا الله يعطيك العافية إذن كانت هذه محطتنا الأخيرة في برنامجكم من عمان في الختام تحيات فريق العمل إخراج عبدالله الريامي أو عبدالله المعمري وإعداد عبدالله الريامي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة